قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت شخصا واصابت اخرى في عملية نفذتها في مدينة جينين بضفط الغربية وذكر شهود عيان ان طائرات الاحتلال قصفت بسلاسة صواريخ على الاقل منزلا وسط مخيم جينين ما ادى الى اشتعال نارفي واستشهاد شاب واصابة اخرى من جانبها قالت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جينين من عدة محاور